أعلنت وزارة التخطيط عدم إدراج أي مشاريع في موازنة العام الحالي 2022 فيما أكدت مواصلة العمل على استكمال مشاريع العام الماضي وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي إن هناك عدداً غير قليل من المشاريع مستمر ويجري العمل بها حالياً وفق ما تم تخصيصه من أموال بموازنة العام الماضي موضحاً أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تعاني منها المشاريع المتوقفة وإعادة العمل بها